طب أجلنا روح لحب نفسك إحنا دايماً اللي بيعزبنا أكتر في العلاقات إن إحنا بيبعا عندنا إحساس الأمان بوجود شخص مرتبط يعني أنا حاسة بالأمان والسعادة بوجود شخص في حياتي لما بيختفي الشخص ده أنا بيبعا عندي عدم توازن القص ما عنديش أمان وما عنديش سعادة وما عنديش حاجة حس إن أنا مفيش فقط الأمان اللي موجود في حياتي ده للرجل والست طب ده برضو نعالجه إزاي يعني عالجته إزاي في المسلسل هقول لك العاجل طب ما عنديش قبلها بخطوة الست تبحث عن الأمان الرجل يبحث عن الرعاية أصلا نودي دور رعاية حبيب قلبي نودي دور الرعاية أنك يرعوك بص أنا بقولك الكلام الصادم بص إحنا لما مجيك بالعكس إنت راجل وبتقول الحقيقة وإحنا كستات عايزين نعفر الجلاب تفكر إزاي وإنا جاي أقول لكم لا تقول لنا عشان نعرف نتعامل معاك هو من الآخر أنا لما باجي أكتب مسلسل ككاتب أنا بيبقى عندي أفكاري لكن لما باجي أسقط على مسلسل أنا ما بتكلمش بأفكاري أنا بتكلم كل كاركتر وليه طريقته وكل كاركتر ليه فكرته فأنا فكريتي الحقيقة قد تكون صادمة فأنا بقولك الرجل وده اللي ما بيتقلش في الحياة بالسهولة دي الست فعلاً بتدور على الأمان بتدور على البيت وطول ما البيت قايم وطول ما الأمان موجود هي مرتاحة الرجل طول ما الرعاية موجودة هو مبسوط الرعاية مش موجودة الرعاية على فكرة دي حاجات بسيطة جداً يعني إيه الرعاية بقى يا محمد عشان ما نفهمش غلط الرعاية بمطقة بكل حاجة أأكله واخسله حاجه ونظفه الميت وعلى فكرة ممكن يكون الرجل للرعاية بالنسبة له حاجة بسيطة جداً إن هو يكون في هدوء بس بس هو بيبحث عن السلام والهدوء أصلاً في أساسه يا حبيبي الحبيبي الرجل يبحث عن السلام والهدوء المشكلة إن ست يا عيني عمالة ربي وتخلف وترجع لا على فكرة وصريخ في البيت وخد يا عيالك ودخلي جواه هو عيالك أنت كمال على فكرة البيت أهم بالنسبة للست من الرجل على فكرة أيوة الست يعني البيت الست ده كيانها فهي هتفضل هي تدفع عن العلاقة وهتفضل هي تمزل ما يكون فيها أكتر منه طبيعي ما هي اللي عايزة أكتر من الرجل لكن الرجل ما بيفرقش معاه كيان البيت مش فارق هو عايزي بقى قاعد في هدوء مرتاح مغدوم وكله مبسوط هو نفسه يكون كله مبسوط بس اتعايزي مني نأيا محمد ترجمة نانسي قنقر